حالاً هنروح لأخبارنا العالمية واللي هنبتديها من زينبابوي وهي بالفعل تحقق رقماً قياسياً في القمح وبتكتفي ذاتياً لأول مرة منذ عام 2004 زينبابوي بتستهدف طبعاً حصاداً قياسياً من الأمح بيبلغ حوالي 375 ألف طن لعام 2022 مما يحول الدولة الغير ساحلية في الجنوب الأفريقي إلى قوة زراعية مكتفية ذاتياً وهي الأولى من نوعها في القارة وكمان توسعت في مساحة الأمح بنسبة 10% ليرتفع المحصول في عام 2022 بنسبة 13% على أساس سانوي محطمة طبعاً رقماً قياسياً عمره نصف قرن حيث نفذت الدولة استراتيجية لتوفير الأسمدة وشراء الحبوب من خلال منظمة مجلس تسويق الحبوب الذي كسب المزارعين ونتيجة لذلك لم تعد زينبابوي من الدول التي لها حاجة إلى إرادات القمح لتلبية احتياجاتها مما يوفر طبعاً ما يصل إلى 300 مليون دولار من نفقات الاستيراد أما عن الانبعاثات الحرارية تنمو بنسبة 1.3% في الولايات المتحدة رغم طبعاً تعهدات المناخ ارتفعت انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% خلال 2022 مما يأتي تماماً على النقيد الخاص بتعهدات أكبر اقتصاد في العالم وده طبعاً بتخفيض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 20-30 وعلى الجانب الإيجابي فاق معدل النمو الاقتصادي انتعاش الانبعاثات مما يعني انخفاض كثافة الكربون في الاقتصاد وجاءت الزيادة الطفيفة في نمو الانبعاثات مدفوعة بالانخفاض الخاص بالانبعاثات في قطاع الصناعة حيث حل الغاز الطبيعي ومصدر الطاقة المتجددة محل الفحم إلا أن الانبعاثات الخاصة بالمباني السكنية نمت بنسبة 6% عن العام الماضي بسبب زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المستخدم طبعاً في التدفئة وإحنا كنا متابعين العاصفة التلجية اللي كانت يعني بتشهدها أمريكا وقد إيه كان فيه خسائر كتيرة في الأرواح ويمكن صح التعبير ضد ضريبة اللي بتدفعها أمريكا لأن هي كانت أكبر من أكبر دول العالم اللي بتتسبب فيه الانبعاثات الحرارية والتلوث وكمان التأثير على مستوى التغير المناخي ومعملوش حساب لده أبداً فأعتقد اللهم لا شمايتها يعني وربنا يحفظنا ويحفظ كل دول العالم ولكن هم يمكن يكونوا حصدوا ما زرعوه طيب دي كانت جولتنا الإخبارية سريعاً بما أن احنا بقى بنروح لفقراتنا الحوارية وعندنا الموسم ده موسم الحمد لله في فضل الله سبحانه وتعالى موسم ناجح من الموالح تعالوا نشوف أهم الأفات اللي ممكن تصيب الموالح في مصر بما أن احنا كمان بنصدر كمية كبيرة من الموالح ومشهورين على مستوى العالم بالموالح المصرية فهنتكلم على الأفات وإزاي يكون إن شاء الله موسم خالي من الأفات السليوز البكتيري وتطبيقاته يعني إيه وتفاصيل كتير عنه أمل البشر القادم من أجل عالم نظيف تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع كل الكلام ده وأكتر منه كمان هيكون معنا في أولى فقراتنا الحوارية في نهاركم نهار جديد استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة